تقدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرضوزكسية برئاسة قداسة البابا توادرس الثاني بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء الثاني والاربعين أكدت الكنيسة المصرية أن ذكرى استرداد أرض سيناء الحبيبة تذكرنا بما دفع في سبيلها من دماء الشهداء والجهود الدبلوماسية وأضافت أنه حتى اليوم ما زالت تلك الجهود متواصلة للحفاظ على أرضنا وبصونها بالتنمية الشاملة بعدما قدم لحمايتها ومواجهة كافة التحديات التي تواجهها وأنها تدعو الله أن يحفظ بلدنا مصر بكل أراضيها وينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار